طلب سنة ثالثة اتصالات المعهد العالي لهندسة والتكنولوجيا تجمع الخامس هذه المحاضرة رقم 3 على النت انتنة الحياة مش عارف الجماعة بتقول ايتيها رفعوا المحاضراتين لقبل كده ولا لا لكن على اي حال المحاضرة اللي فاتف كنا بتكلم فيها على الشرطة دايبول واتكلمنا على السنتاج المعادلة بتاعتها والدايبول يعني ده حاجة فاميليار بدمن انواع الانتنة اللي هي فاميليار ومستعمالة كتير لكن الحقيقة بالنسبة زي ما قلت لحضراتكو ان الفيري شورت دايبول ده قل ما يكون موجود وضربنا مثال عليه وخدنا اكزامبل وقلنا ان ده غير عملي لماذا؟ لان المقاومة بتاعته تقريبا رادياشا 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 بتاعته كانت حوالي بكتير نصف اوم واذا ما قرينت طبعا بالنقول عليها الفيدر اللي بيغزيه اللي هو الترانسوميشانيا حوالي خمسين اوم فطبعا القدرة اللي هتكون اللي هيتاخدها او اللي هيتاخدها بتاع الدايبول الفيري شورت دايبول من الترانسوميشانيا هي تبقى صغيرة جدا وغير عملية فعلى اي حال احنا نتكلم النهاردة على وقلنا ليه احنا بنستعمله او ليه احنا بندرسه عشان خاطر بزي ما قلنا ان الايزوتروبي كانتنة مش موجودة عمليا ولكن بناخدها عشان خاطر نقيس عليها الدايبول او الجيم بتاعت الانتنة الثانية نفس الكلام يا جماعة بتاع الفيري شورت دايبول دي حاجات اساسية ولازم ندرسها لكن بنعتبرها مقياس لدايبول الثانية اللي هي العملية اذا حاولنا نقيس عليها فمسلا زي ما كعدت يعني او عادتنا مع بعض نحنا بنحط المحاضرة في شكل هاسيلا اكسبلينزا ديفرنس بتوين دايبول ان شورت دايبول انتنة الفرق بينهم من الاتنين ايه يا جماعة هو انه في الدايبول ما بناخدش ما بنقولش ان هو سمول كومبيرد وزا ويفلينز يعني الدايبول اللي هي سيكنسا وليتا غانا دي حاجة عملية وبنقول لي رديشن باترن وليتا وكارنت ديستربيوشن وليتا لكن ما بنقرنوش كتير بين شورت دايبول يعني كنا بنقول بين اللمضة على عشرة وبين اللمضة على خمسين لا هنا مش هنقول كده لان ليه هيبقى شي عملي شوية بالنسبة له الكارنت ديستربيوشن تقريبا يعني هيبقى شي عملي شوية والحقيقة انا حاطت يمكن شوية بتاعة اللمضة على اربعة ولمضة على اثنين ولمضة ولو واحد ونص لمضة وثلاثة على اثنين لمضة الحقيقة دي احنا بنقول عليها دي حاجات اساسيات بتاعة الدايبول ودايما الدايبول زي ما بقول ان هو فيموس ومشهور ليه لانه الحقيقة عملية شوية غير الدايبول الاشكال اللي انا حطيتها دي بالنسبة للمضة ولمضة على اربعة ولمضة على اثنين وثلاثة انصاص للمضة طبعا الدايبول كارنت ديستربيوشن لكن بالنسبة لي اللي نقول عليها الراديشن باترن الراديشن باترن بتاعها اه دي اذا احنا شايفين اول اللمضة على تلاثة نقول عليها التلاثة على اثنين لمضة اللي هو اللي اخدر ده اللي احنا شايفينه الراديشن باترن بتاعه عندي زاوية تايبن خمسة اربعين ونقص خمسة اربعين ولمضة وربع لمضة اللي نقول عليها ادي زي ما احنا شايفين هو تلاثة الازرة العفن الاسود اللي فوق ده اللي هو بنقول عليها ربع لمضة وبعدين التاني اللي هو واحد ونص لمضة اه طبعا دي حاجات كلها زي ما اقول حضراتكم بوريركم ايه اللي بيعمل ايه اللي بنقول علي ايه الموجود لكن بالنسبة لي الراديشن باترن في التلاثة بعاد في نقول عليها بالنسبة الواحد لمضة اللي احنا شايفينه قدام من هنا ده وواضح هو يا كرماعة ان ده امني دايريكشن في في اتجاه الافقة هو الراديشن باترن بتاعه يكد يكون اه واحد اه في التلاثة بعاد فده بالنسبة لي الويف لينز دايبول طوله ويف لينز لمضة يعني وثلاث وثلاث انصاص لمضة او واحد ونص لمضة ده اللي هو اللي احنا شايفينه بردك زي ما احنا شايفين انه هو اه تلاث تلاثة فوق بعض من الاولانية وهي يعني هتقول لي ثلاثة امني ديشن اقولك لا ما فيش ثلاثة امني ديشن هو الستودي دي راديشن باترن بتاعه بيبقى بالشكل ده تمام فطبعا دي مستويات يعني اوفقي 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 على ارتفاعات اه معينة فهذه اذا انا شايفين طيب هافويف لينز دايبول هافويف لينز دايبول ليه احنا مخصصين وقلنا وليه انا قلت هافويف لينز دايبول الحقيقة ده جماعة مهمة جدا من ناحية العملية ليه لان بتبقى اليمبيدنس بتاعته او الفيدر اللي بيغازي الانتين هو ترنسيمشل لين فبيبقى سهل نعمل سهل الماتشنج بتاعه يعني بيبقى الماتشنج بتاعه بيبقى عمليا كويس وسهل يعني ممكن نعمله ماتشنج مع ترنسيمشل لين لكن اللي فات الصغير بتاع المهارة اللي فاتت اللي هي ال BURS short مخامبا بتاعته نص اوم صعب جدا عمل ماتشنج مع او الكابلنج مع الترنسيمشل لين نقول طيب الهاف ويف دايبول توزيع الكارنط بتاعه اللي احنا شايفينه هو تقريبا بردك سينوسويدل وطبعا الكارنط I0 احنا فرضينه انه هو بيبقى متغير سينوسويدل give a reasonable illustration of half wave دايبول الانتنة راديشن باتن الراديشن باتن بتاعه اللي احنا ندام مننا هو ده سلاسي لابعاد اللي على اليسار واللي على يمين مستوي اللامضة على اتنين الراديشن باترن بتاعه تقريبا يعني في الصين وهو متوسطهم في النص بتاعهم يعني الراديشن ريجيسنس بتاعته حوالي 73 اوم ودي بتعطى بالمعادلة دي اللي هي تم موجودة في بارانيز ولكن زي ما بقول انا عايز مش اقول لك 73 اوم جات ازاي يعني اتن اللي هي 120 باي على 4 باي في سي ان واثنين باي ايه السين دي هي الكوزين انتجرال الكوزين انتجرال كوزين وي على وي دي وي ايه الساي اكس دي الفنكشن دي يا جماعة تابوليتد تابوليتد ولها علاقات سابتة او ساي اوف اكس ساي اوف اكس ساي اوف اكس بالعلاقة دي ايه ساي اين ساي اوف اكس اللين اه جاما اكس ايه جاما ويه اكس انا حطيت حطيت لك قيم ايه اللي حقيقة قلتلك ان الجاما اكس ايه انزا ابت في الريليشنز دي كان بي كي كي اللي هي اتنين باي على لمضة مضروبة في الال الال اللي هو الطول بتاع الدايبول خلاص يعني اللي هي كلها دي حاجات عملية وموجودة لكن اللي اللي عايزين اللي عايزين يعرفوا لان نعودتوكوا ان ما اكتبش اي قيمة اللي اذا كانت حاجة ريزونا قلت منين تمام ايه الريليشن of the half wave ده the half wave لانس ديبول input resistance ال input resistance نفس الكلام ايه ال input resistance بتساوي التقريبا بتساوي ال radiation resistance اللي هي بتساوي ايه تعالى اربعة باي في الصين اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتساوي 73 اوم والزت دي امبت 73 زائد reactance بتاع الانتنة تمام ال directivity ايها تساوي اربعة على صين cn وفي اتنين باي وديها تساوي تقريبا اه 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 what is the impedance of this antenna ال 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 wave impedance ال wave impedance بتاعت ال half wave di ball اللي هي بتساوي e سي على ال h phi ودي ال electric component transverse electric component على transverse magnetic component اللي هي بتساوي تقريبا 377 اوم write the values of half wave lens dipole half power beam width اللي هي التخان او نقول عليها عرض الشعع 78 اوم دي حاجة عفوا 78 درجة دي حاجة مقاسة اللوص resistance اللوص resistance اللي هي الر اللي هي بتعطى بالعلاقة دي اللي هي اللي لانها خاصة بال skin depth تريبا يعني what is the folded dipole ده نوع تاني من انواع dipole انا لي جماعة ما تكلمتش اللي حتى الان بعد dipole المفروض تتكلم عن المونوبول المونوبول هي هتكلم شوية عن نظرية الميرور او reflections فلذلك دي هخليها مثلا بداية المحاضرة عشان على اساس يبقى بعدها لكن هتكلم الوقت على fold dipole فبكمل عادي dipole half wave dipole fold dipole ايه fold dipole dipole مطوي fold يعني مطوي يعني مطوي يعني هو الشكل اللي قدام من هنا ده اهو زي ما نشوف الفيض بتاعه في النص العادي زي dipole العادي الفات او زي half wave dipole half wave length dipole وبنقول انه هو الطول بتاعه اللي هو ال ال اللي احنا شايفينه هو في الفيجر سبعة واللي قدام من هنا وممكن نقول ان الفيضر بالنص قاد يقول ممكن واحد يدي يفكر كده ان ده بيعمل شورت سيركت مسلا على على الترانسيميش الله اللي بيغزيه لا هو الحقيقة بنعتبره اتنين اللي على اتنين برالل نقول عليها دايبول يعني اعتبروا انه ده دايبول اللي على طول اللي على اتنين اتنين برالل مع بعض والحقيقة هو مهم جدا في في بعض التطبيقات خصوصا اللي هو الانبيدنسي بتاعته بتبقى تقريبا حوالي 280 288 اوم فده بيبقى بيناظر التوين لاين اللي هو تقريبا انا تكلمت عنه هنا بس التوين لاين اللي هو الانبيدنسي بتاعته بتبقى حوالي 300 اوم يمكن انا حاططها هنا يات في سؤال رقم 11 الهمية بتاعته لكن مثله مثل باقي الدايبول مثل باقي الدايبول ليه هو فولدد زي ما بنقول باك او مطوي على نفسه ليه عشان خاطر يحقق لي غرض معين زي ما قلت لحضراتك انه مفيد جدا في التطبيق مع التوين اللي التوين اللي الامبيدنسي بتاعته بتبقى حوالي 300 اوم وال الفولدد بيبقى حوالي 280 فيبقى الماتشنج بينهم بيبقى سهل بيبقى صعب جدا انك تحط مثلا هافوية لينس دايبول او الدايبول العادي بتبقى صعب جدا انك تعمل ماتشنج مع اللي هي اللي بنتكلم عليها اللي بنقول عليها التوين لين فبيبقى ذا افضل تطبيق ليه اللي هو بتاع الفولدددبول برضا متكلم على اللي نصبح المقدار سيئله والديبول محت sperens comes com g zap 0 fl اللي هي معروف اللي نصبح pad عام وم rhetoric طبعا حسنowych alpha تصوم gback والكلام ده تكلمنا فيه كتير في الترانسيميشال لاين زد هوات الزفولد الديبول انتنى امبيدنس الامبيدنس بتاعته برضك زي ما قولنا ان هي مقاسة وان هي بيبقى تبقى في الحدود بتاعة البيور ريال ريزيسنسي حوالي 300 اوم والتطبيق بتاعه اللي هو بيبقى مع التويل لاين اللي هو طبعا بين 300 اوم والمتين وتمين اوم بيبقى الماتشنج سهل وممكن نعمل الماتشنج بسهولة او بيبقى عمليا بيبقى عمليا موجود فإلى حد ما بإذن الله المحاضرة اللي جاي أو التسجيل اللي جاي هسجل المونوبول وقابل منه طبعا نتكلم على الميرور او الريفليكشنز من الارض او من الجراوند بلين شكرا لاستماع شكرا لاستماع شكرا لاستماع